السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجد عبد الرازي. استشار جهاز هضم وكبد الحميات. أتشار بوجود معكم نحن سنتحدث عن موضوع الإسهال. هذا الإسهال سنقسمه إلى إسهال في الأطفال وإسهال في الكبار أيضا سنقسمه لإسهال حاد وإسهال مزمن بالنسبة للإسهال، ما هو الإسهال؟ الإسهال عبارة عن التبرز أكثر من ثلاث مرات ويكون هذا البراز لين أو رخوة أو مائي ما هي أسباب الإسهال؟ عادة الإسهال في الأطفال الصغيرين يكون عبارة عن نزلات معوية وهذا يكون ناتج عن تلوث في الطعام، نتيجة ميكروبيات مثل بكتيريا، مثل فيروس، مثل توفيليات ولكن بالنسبة للإسهال، وعادة لا يبدو علاج أو بقدر الإمكان أن نقدر من السوائد والأطفال تتحسن في معظم الحالات بالنسبة للإسهال المزمن وخصوصا عند الكبار، هذا يكون إسهال أكثر من شهر وهذا له أسباب متنوعة، سنقولها في الوقت ما هي الأعراض المصاحبة للإسهال؟ المرضى الذين لديهم إسهال عادة يكون لديهم آلام في البطن، مغص، ويكون في بعض الأحيان يجد في البراز مخاط، وفي بعض الأحيان يجد دم، ويجد بعض الأطعمة التي لم تضمتها لكن لو استمر الإسهال فترة، سواء كان الطفل أو كان الشخص الكبير في السن، نجد أن الأعراض اختلفت وأن المريض دخل مننا في جفاف الجلد، ونجد العينين غائرتين، ونجد أن تركيزه ضعيف، وفي نفس الوقت نجد أن البول غامق، ونجد أن الطفل الصغير يجد أن الحفات لا تبدأ فترات طويلة كل هذه الأعراض تدل على أن هذا الطفل أو هذا الشخص الكبير دخل في مرحلة جفاف، يعني مضاعفات الإسهال هذا يستلزب مننا علاج معين لكي نصلح هذا الجفاف ما هي أهم أسباب الإسهال؟ من أهم الأسباب عند الأطفال الصغيرين، النزلات المعوية، تلوث، حدث تلوث في الأطعمة، أدى إلى حدوث نزلة معوية عند الطفل، إما فيروس، إما بكتيريا، إما نوع من أنواع التفعيدية لكن يختلف الموضوع بالنسبة للإسهال المزمن، عادة هذا الإسهال المزمن يكون له أسباب أخرى مثل حساسية لبعض الأطعمة، مثل اللاكتوس، اللاكتوس الذي موجود في الألبان، في بعض الناس لا تتحمل هذا اللاكتوس كذلك هناك حساسية للفول السوداني، أو بعض أنواع الفواكه، أو فراكتوس، اللا هي السكر الفكهة أو بعض الناس عندما تشرب عبوات فيها الطاقة، يكون فيها سوربيتول، وهذا أيضا يعمل نوع من الأنواع الإسهال عند بعض الناس ولكن نتيجة أن يزود الإسهال عندهم أو أن يأكل بعض أنواع الأطعمة التي توجدها مانيتول وهذا أيضا يعمل نوع من أنواع الإسهال المزمن لو الإنسان يأخذ على نوع الحلويات أو الأكلات كذلك الناس عندها إفراط في الغدة الدرقية، هذا النشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى إسهال أو الناس عندها مرض السكري، هذا السكري نتيجة التهبات الأعصاب، يمكن أن يؤدي إلى إسهال متكرر مزمن أو الناس عندها أورام، سواء كانت في القولون أو سواء كانت في البنكرياس، هذا يؤدي إلى إسهال متكرر مزمن كذلك الناس الذين يعملون عمليات تغيير مصار في المعدة، هؤلاء أيضا معرضين لإسهال متكرر مزمن الناس الذين يعملون عمليات إشهالة المرارة، مثلا أيضا العصارة الصفروية عندما تنزل في الأمعاء، تؤدي أيضا في بعض الأحيان إلى تكرار الإسهال وممكن أن يكون في بعض الأحيان مزمن طبعا هناك بعض الأدوية تؤدي إلى إسهال، مثل الأدوية المعدة مثل الأوميبرازول، أيضا في بعض الأحيان يؤدي إلى إسهال الأدوية التي تحتوي على المغنيسيوم، أيضا تؤدي إلى إسهال كل الأدوية أو كل هذه الأسباب لا ننسى أيضا الناس الذين لديها قولون عصبي، قولون العصبي يؤدي في بعض الأحيان إلى إسهال أو قولون تكررحي أو مرض إسيك، وهي حساسية الأمح أو الناس التي تتعالج من الأورام بالإشعاع، أيضا يأتي لهم إسهال مزمن هذه كل هذه الحالات، يجب أن بعد الكشف أو أن تسمع شكوى المريض، تستطيع تعرف بالإسهال مزمن ما هو سبب الإسهال المزمن؟ طبعا نفعل تحليل، نفعل صور الدم، نفعل وظيف كلا، نفعل إذا كان هناك جفاف أو لا، ونفعل إذا كان هناك أنيميا أو لا، ونفعل تحليل براز وفي بعض الأحيان، نفعل منظر قولوني، كل هذه الأشياء تجعلني وظيفة غضة دراقية لكي أستطيع أن أعرف إذا كان هناك خلل في الغضة الدراقية أو لا، أستطيع تحليل سكر كل هذه الفحوصات تساعدني أن أستطيع أن أشخص ما هو سبب المرض ما هو العلاج؟ بالنسبة للأطفال الصغيرين، عادة النزلات المعوية تخف بسرعة وليس محتاجة عليك، لكن في بعض الأحيان، نفعل محلول الجفاف في بعض الأحيان، نفعل كابكت أو أنتينال يحسن الإسهال بالنسبة للأطفال الكبار، نفعل استريبتوكين أو انتوسيد هذه الأشياء تأثر وتحسن الإسهال في بعض الأحيان، نفعل لوبيراميت هذا اللوبيراميت يقلل من حراقية الأمعاء وهذا يجب أن يكتب الدكتوره، وفي نفس الوقت يجب أن نعرف أنه لا يكون في البراز دم أو صديد يجب أن يكون البراز طبيعي أو لين فقط لغير لا يكون فيه دم، لا يكون لونه أسود، لا يكون لونه أحمر أو صديد وطبعا، الدكتور هو الذي يحدد أمتى يستخدم اللوبيراميت كذلك، في بعض الأحيان، نستخدم مادة الكودايين، وهذه الكودايين مادة من المواد الجدول وبالتالي، الدكتور أيضا هو الذي يحدد أمتى يدينه هناك أيضا يدينه بزمس سبسا لسلسلات يقلل أيضا الإسهال ما أريد أن أقوله هو أن في بعض الأحيان المريض يدينه محليل على أساس أنه لا يأخذ مننا في جفاف لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى فشل أو اضطراب في وظائف الكلا مهم جدا أيضا أن نحاول بقدر الإمكان أن نقطر من السوايل نقلل من القهوة نحاول بقدر الإمكان أن نعطيه أكلات فيها مثل بطاطس، مثل جذر مسلوق على أساس أن هذه الأشياء تمسك الإسهال وخصوصا بالنسبة للأطفال في بعض الأحيان، نعطي شاي خفيف أو ميت نشا هذه الأشياء تمسك الإسهال ويتحسن من الإسهال أشكركم جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته